فريق الرجاء البيضاوي المغربي بيتوج بطلا للدور المغربي 2023-2024 للمرة 13 في تاريخه النهاردة في الفيديو هنتعرف على نتائج مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من الدور المغربي 2023-2024 وهنتعرف كمان على جدول ترتيب الدور المغربي هذا الموسم 2023-2024 وكمان هنتعرف على ترتيب الهدفين وهنعرف كمان الفرق الصعدة والهوابطة من الدور المغربي 2023-2024 بداية الجولة الثلاثين كان يوم الخميس 13-6-2024 المواجهة كانت ما بين نهضة بركان أمام فريق نهضة الزمامرة المباراة انتهت بخصارة فريق نهضة بركان بنتيجة 2-1 من فريق نهضة الزمامرة بقى مباراة الجولة الثلاثين اتلاعبت يوم الجمعة 14-6-2024 عندنا فريق المغرب الفاسي اتغلب بنتيجة 1-0 من فريق أوليمبيك أسفي وعندنا انتهت مباراة اتحاد توركة أمام حسنية أجادير بنتيجة 3-3 وعندنا الوداد البيضاوي فاز بنتيجة 1-0 على المغرب التطواني وعندنا يوسفيت برشيد اتغلبه بنتيجة 3-2 من فريق النادي السلمي والجيش الملكي فاز بنتيجة 2-0 على فريق الفتح الرباطي وانتهت مباراة اتحاد تنجا أمام شباب المحمدية بتعادل سلب 0-0 وفريق الرجاء البيضاوي فاز بنتيجة 3-0 على ملودية وجدة وبكده يكون الترتيب عندنا الرجاء البيضاوي هو المتصدر ب72 نقطة والفائز باللقب هذا الموسم وتأهل رسميا لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل 2024-2025 المركز الثاني الجيش الملكي عنده 71 نقطة وتأهل رسميا لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل 2024-2025 والمركز الثالث نهضة بركان عندهم 52 نقطة ويتأهلوا رسميا للكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل 2024-2025 المركز الرابع فريق التحاد توركا عندهم 44 نقطة المركز الخامس أولمبيك أسفي 44 نقطة المركز السادس الوداد البيضاوي 44 نقطة المركز السابع الفتح الرباطي 43 نقطة المركز الثامن نهضة الزمامرة 40 نقطة المركز التاسع المغرب التطواني 35 نقطة المركز العاشر حسنة أجادير 35 نقطة المركز الحداشر المغرب الفاسي 34 نقطة المركز الاتناشر اتحاد طنجة 33 نقطة المركز التلاتاشر النادي السالمي 27 نقطة المركز الاربعتاشر شباب المحمدية خمسة عشرين نقطة المركز الخمستاشر مولودية وجدة خمسة عشرين نقطة المركز الستاشر يصفيت برشيد عشرين نقطة وبكده يكون مولودية وجدة ويصفيت برشيد اللي اتنين بيهبطوا للدور المغربي الدرجة التانية الموسم المقبل الفين اربع عشرين الفين خمسة عشرين اما عندنا الفريق الصعد للدور المغربي الموسم المقبل الفين اربع عشرين الفين خمسة عشرين فريق النادي المكناسي ولسه الفريق الثاني اللي هيتأهل للدور المغربي الموسم المقبل لسه ما تحددش هيتحدد من الجولة الثلاثين من الدور المغربي الدرجة الثانية نتكلم دلوقت عن هدف الدور المغربي وهو اللاعب يسري بوزوك لاعب الرجاء البيضاوي هدف الدور المغربي هذا الموسم ب14 هدف والمركز الثاني اللاعب اسماعيل خافي لاعب التحاد طنجا عنده 13 هدف في المركز الثالث اللاعب محسن بوريكا لاعب المغرب الفاسي عنده 12 هدف المترجم للقناة